مساء الخير على حضراتكم جميعا أصعد الله مساءكم وحشتوني جدا من الأسبوع اللي فات معلش النهاردة تأخرنا شوية عليكم نتيجة شوية حاجات كده داخلية بجملت بجملت الواحد الصراحة مش عارف عشرين عشرين بدأ معاه كده عوزة منه ايه يعني من بداية عشرين عشرين كده وإحنا كل شوية عمالين نستقبل في حاجات ونستقبل في حاجات فالنهاردة كده سامحونا على الموضوع التأخير ده وإن شاء الله نكون ضيوف خفافة على حضركم الأسبوع اللي فات احنا كلنا شفنا واستعرضنا موضوع مهم جدا وهو وكلنا عشناه وكلنا عشنا الكوارث بتاعته وشفنا قد إيه تعامل الدولة المصرية مع سوق الأحوال الجوية والإترابات الجوية وشفنا التكاتف ما بين مؤسسات الشعب وقوات المسلحة والحكومة السلطة التنفيذية وعلى رأسها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مرورا بدولة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي والسادة الوزراء والسادة المحافظين والصراحة شفنا ملحمة جميلة جدا جدا ما خلصناش لسه الأسبوع أو لسه كده بناخد نفسنا شوية بدأنا نخش في موضوع كورونا إنه هو بدأ كل واحد فينا يحس إنه هو بيقرب منه بيني وبينكو كده خلينا نتكلم بصراحة إنت ما جالكش دور برد خالص؟ يعني إنتك بتفرج عليها دلوقتي ما جالكش دور برد؟ طب أنا هقولك على حاجة مفاجأة ومتتفاجئش فيها إنت تعرف إنه إنت ممكن يكون جالك كورونا وإنت ما تعرفش وخفيت منها؟ ما هو إحنا لازم نفرق يا جماعة ما بين أنا دلوقتي كله كورونا 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 طب أنا قبل كده جالي عندي الفلوانزة كان عندي خمس أوبئة على مدار مئة سنة اللي فات بداية من الفلوانزة الأسبانية سنة 1918 نرجع 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 بالتاريخ كمان عندي عدة أوبئة لكن أنا بتكلم هنا كلمة وباء نفسه كلمة وباء يعني هل هو منظمة الصحة العالمية بتقولها علشان أنا أخاف وأبتدي ولا عشان أبتدي أعمل إجراءات احترازية لمنع انتشار المرض زي ما وعدناكوا قبل كده رشدتنا مش طبية لكن إحنا النهاردة ما بيبقى عندي أزمة وابتدي تأثر على السياسة والاقتصاد والتجارة والتجارة الداخلية وتلاقي كل الناس بدأ حالها بيقف لازم نعرف ولازم أنت وعيك هو اللي في الأول وفي الآخر هو اللي بيقود دفت الموضوع هيبدأ منين وهينتهفين عندي مثالين يحتزى بيهم عندي مثال اسمه الصين وعندي مثال اسمه إيطاليا الأول الصين خده على محمل الجد والثاني الناس بدأت مش أقول تستخفي بيه ولكن قالت الموضوع طبيعي هيعدي قبل ما نبتدي الحلقة بقى ونستعرض ونخش فيها لازم أول يعني في عندي حاجة اسمها كورونا وفي عندي حاجة اسمها كوفيد 19 كوفيد 19 هل كوفيد 19 هو كورونا؟ آه هو كورونا طب إيه الكوفيد 19 ده؟ ده مرض جديد؟ فيروس جديد؟ لا هو هو اسمه بس أما جوم يسموه سموه كوفيد سي أو في آي دي سي أو اختصار لكورونا آه في آي اختصار لفيروس دي اختصار لدزيز مرض و19 عشان هو في سنة 19 ونلاحظ هنا إنه ما مرضوش يحطوه بحتة معينة أو صبغة معينة لمسلا عشان دولة الصين أو 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 عشان ما يبقاش بص يعني وص متعار عليها طوال العقود القادم يعني زي دلوقتي نحن بنيجي بقول الفلونزة الأسبانية لها سنة 1912 طيب الناس كتير تطلع تقول لك مصر ومش مصر والإجراءات الاحترازية وفين الإجراءات الاحترازية ومصر مش عارفة هنا وتسمع إشاعة هنا وتسمع إشاعة هنا وتسمع انبارح إشاعة جميلة أوي كده ما عرفش أنا الصراحة اللي مطلعها كان تقريبا يعني الغل عنده زيادة شوي يقول لك مصر بيها 19 ألف حالة كورونا طيب معنا اتصال أستاذ أحمد من الشرقية تفضل السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم أستاذ أحمد الله يخليك تطور على كمك إزاي حضرتك عامل إيه الحمد لله والله يعني شاكل حضرتك جدا يعني على الحلقة الجميلة دي جدا يعني ده يا فاند من أنت شرفتنا أخبار أخبار الشرقية إيه وشاعات الكورونا يعني يطرى يطرى أهل الشرقية المعروفين طبعا بأهل الكرم يطرى هم في الفترة دي بيستجيبوا لموضوع الشاعات ده ولا فعلا مقدرين الموقف ومقدرين مسئوليته لا طبعا الشاعات يعني مش بتاخد طريقها إن شاء الله في الانتشار لكن طبعا يعني الموضوع طبعا مهم وطبعا باغ الأهمية طبعا بصحة الإنسان والمواطن المصري وإحنا بنشكر حضرتكم القناة صحة وجمال بحيث يا طبعا بتجد منينا يعني نصائح وإزاي نواجه للموضوع ده بتاع لي واتقان يعني ده الشرف ليك وحضرك شرفتان وخليك معنا لآخر الحلقة يعني إن شاء الله يبقى النهاردة فيها رشدة كده بسيطة وفيها رسائل طمأنينة كتير قوي لإن إحنا محتاجين نطمم بعض مش نخوف بعض يعني أحد سبل اللي أنا أعدي في الوباء ده محتاج اللي أنا كلنا نطمم بعض ونصدر رسائل طمأنينة أستاذ أحمد من الشرقية شرفتاني وشكرا جدا لحضرتك نرجع تاني لموضوعنا النهاردة قبل ما نشوف قبل ما حد يجي يقول مثلا مصر ومش مصر عاوز نتفرج كده سريعا على بوريس جونسون من بريطانيا قال إيه على موضوع كورونا اتفضلوا تفرجوا معايا ومنتظركم مرة أخرى وما تروحوش في أي حد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر معلش فيه بس مشكلة في الكنترول بنحاول حلها دلوقتي موضوع جهزان الفيديو من عدمه فموضوع بوريس جونسون أما طلع وكلم الشعب البريطاني اختصار رسائله يعني كانت رسائل الصراحة كانت رسائل صادمة مش للشعب البريطاني بس لشعوب العالم جميعا أما قال لهم إيه قال لهم استعدوا لفراق أحبتكم دي في حد ذاتها رسالة انت لو سمعتها انت نفسك تتضمر طيب عندي الناحية التانية مصر لو احنا بنقول مصر بقى في الإجراءات الاحترازية الحكم بيني وبالناس كتير قوي من اللي بيشككه هو منظمة الصحة العالمية الـ WHO مصر استقبلت رعاياها وبعتت تجيبهم من البقرة الأولانية اللي كانت فيه الصين عن طريق الطيران قبل ما أي حد من العالم تاني يعمل الموضوع ده ده رقم واحد رقم اتنين الرسائل الطمأنينة اللي بتوصل هل هي بتوصل رسائل طمأنينة من السيد الرئيس والسادة الوزراء في الحكومة وعلى قصوم دولة دكتور مصطفى مدبولي هل هي رسائل عشان أدحك عليك أخدعك طب ما أنا عندي منظمة الصحة العالمية متوغلة وعرفة الدنيا كلها ما أدرش أدحك عليها أما أنا النهاردة دلوقتي ألاقي شائعات راحة جاية راحة جاية راحة جاية وأبتدي فهم أشوف المدارس وأبتدي رسائل تيجي على الجروبات بتاعت الأمهات للأسف ليك حق اللي انت تخافي ما عنديش مشكلة انت كأم أو انت كأب ما احنا كلنا أباء وأمهات ولكن أنا عاوز تبقى تاخد الخبر من مصدره يعني مبارك كان فيه شائعة ظريفة قوي قالك إن مصر هتعقم الجو عن طريق طيارات من الجيش هتطلع طيارات وهتعقم طيب ده إجراء احترازي ممكن يتم أو ما يتمش أنا معرفش لكن انت تيجي تسأل الناس جبت الخبر ده منين يقولك أنا شايف على مواقع السوشيال ميديا يا جماعة قولنا مواقع السوشيال ميديا ليس بمنصات إغبارية يعني ملهاش مصدقية المصدر يعني أنت بما تاخد حاجة تروح النهاردة عندي قالك القوات المسلحة يبقى أنا أروح على طول على صفحة المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة وأشوف الكلام ده كله أشوفه هل هو فعلا طبق ولا لا وبالفعل كذب المتحدث العسكري الموضوع ده نرجع تاني لموضوعنا الكوفيد 19 أو الكوفيد 19 أو كورونا من الآخر كده في دول كبيرة أو زي بريطانيا أو زي أمريكا وما تعدش ألمانيا سويد بلغاريا شرق أوروبا أوروبا بصفة عامة شوف الإجراءات الاحترازية بتاعتها عاملة إزاي وشوف مصر عاملة إزاي طيب أنا مطلوب مني كواحد مستعد أتقبل الكورونا ممكن تجيلي آه ممكن تجيلي ممكن تجيلي أنا شخصية ممكن تجيلي حدي من بيتي ممكن تجيلي حدي من سيدا مشاهدين بعد الشر عنكم جميعا وعننا جميعا ولكن لو جات هي برد عادي الفيصل هنا يا جماعة في الجرد بتاعي الفتوة بتاعي اللي ربنا سبحانه وتعالى خالقه اللي هو الجهاز المناعي بتاعي هو ده الفيصل ما بينه وما بينه عشان كده في أول حلقة أنا قلت لحضراتكم ممكن يكون حضراتكم حد جاله كورونا وخف منها طيب أنا إمتى أخش في المستشفى وإمتى أروح المستشفى يعني أنا إمتى أروح المستشفى عشان ما يعملش حالة تكدس وأعمل حالة فوضى لأن المستشفيات ليها كبثة هلأ ما أنا حس دلوقتي بأي مثلا كحة ولا حاجة أروح المستشفى لأ عندي مرحلتين أنا اتصلت بدكتور صديقي عاوز أطمن عاوز أشوف على أهل بيتي وعاوز أبل ما أطلع كمان هل أنا هبقى صادق معاك ولا لأ قال لي حاجة جميلة جدا قال لي ربنا سبحانه وتعالى الجهاز التنفسي جعل له بوابة إن هي الأنف والألفام ودي اسمها الجزء العلوي من الجهاز التنفسي يجي تاني الجزء السفلي بتاع الجهاز التنفسي اللي هو بيمتهي بعد البلعوم وبيخش على الرئة لحد هنا أنا ما عنديش مشكلة يعني لحد هنا أنا ما عنديش مشكلة ييجي وأخد بالراحة ومزيدا بين السوائل أخد الفيروس أرتاح شوية إن شاء الله بدون مواطعة تخفه ونرجع كمان الأرقام اللي خفت منها ونرجع معدل الوفيات اللي هم كانوا الناس اللي أكبر شوية في السن ربنا يا رب يعفوه أما بيجي هنا بقى بيحصل هنا المشكلة هنا لازم التدخل يبقى أنا لازم أود المريض فورا للرعاية المركزة لإنه بيبتدي يضرب الحواصلات الهوائية اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها في الرئة فبيحصل بقى من هنا بيبتدي يحصل التهاب الرئوي ومر بالمراحل ربنا يعافينا ليه بنقول الكلام ده بنقول الكلام ده البوابة ليه من هنا من الحتة دي طيب حارس البوابة أو اللي هم حراس البوابة بتيجي بتبتدي من الإيد يعني أنا بسم الله الرحمن الرحيم كده عندي حاجة ثلاث حاجات لازم أهتم بيهم هنا وهنا وهنا غسيل الإيدين بالصابون والمية بمنظمة الصحة العالمية كبار مراكز الأبحاث في العالم كله في السويد في ألمانيا في بريطانيا في الصين نفسها ده بيمثل حوالي حماية سبعين أو تمانين في المية إن انت تتعرض لكورونا عدم ملامسة الأسطح بشكل قبل ما انت على قل تمسحها وحزاري حزاري حزاري المصريين شعب ترحابوا بيحب بعض وأنا واحد منهم على فكرة وبدأت أقلل من الموضوع ده أول ما يشوفوا بعض لازم الأحضان والبوس تبقى سايبوا مبارح يعني سايبوا مبارح بالليل تشوفوا الصبح يخدق بالأحضان والبوس الحميمية دي وحميمية اللقاء أرجو إنها تقل يعني إحنا النهاردة في روشيتة زي ما بقولك إحنا بنسهل الموضوع هل الموضوع سهل؟ آه طب أما لقيت دنيا ممتنع أما لقيت دنيا أنا آسف أما لقيت دنيا ليه هيجي عليه كده اسمه السهل الممتنع ليه؟ لأن حضرتك لو استهترت به لا التطورات بتاعته وخيمة النهاردة الدولة حصل يعني عملت اللي عليها عملت السياسة اللي عليها وعملت سياسة منع الانتشار معايا صورتين جمال جدا جدا من السور المتدولة عاوز استعرضهم مع حضراتكم كده ونبتدي نتناقش فيهم عشان نشوف الدولة عملت إيه زميلنا في الكنترول أيوة أول حاجة هي بتقولك إيه خليك بالبيت اللي هي التتابع بتاع الانتشار انت لو انت جيت شفت هنا لو أنا عنصر اللي هو عند الان ده فأنا هنتقل للإيه وهنتقل لبعد وهنتقل هو ده عشان كده منظور الصحة العالمية قيت لك وباء وباء دي يا جماعة عشان تاخد احترازك مش عشان تقعد تخاف واعد عاية لا الموضوع بأبسط من البساط الصورة التانية معانا اللي هي بتاعة أعواد الكابريت دي منتشرة جدا ولقيتها الصراحة معبرة جدا ومكتوب عليها one person can make a huge difference step back stay at home slow the spread ممكن شخص واحد يعمل اختلاف كبير جدا لو نحج نفسه خطوة الى الوراء وفي نفس الوقت اقام بالبيت ومنع الانتشار لان انت ده دورك ده اللي عملته الحكومة الحكومة هي مش عاوزة تغلس عليك الاجراءات الاحترازية اللي بتتعامل في كل دول العالم ما بتتعملش في مصر بس انت شفت السعودية عملت ايه شفت الامارات عملت ايه شف السويدة عملت ايه شف ألمانيا عملت ايه هو هنا منع ان تستمر النار وتشتعل في الهاشيم ويصبح الموضوع بدون ضابط ولا رابط نرجع تاني بقى لموضوع كورونا هل انا هل انا المطلوب مني اللي انا قعد اشعل اشعل ولا مطلوب مني ان انا ألم الدور كله وألم الدور في فترة وجيزة جدا هي فترة منع الانتشار وفتكر صورة الكابريت ان انت لو انت تنحيت خطوة الورى عشان كده انا النهارده لو جالي كورونا يعني انا خالق ههتم بالعلاج لكن انا النهارده ما جالت ليش كورونا يقولك ان النهارده انتشرت هنا انتشرت هنا انتشرت هنا انت طالما الدائرة المغلقة بتاعتك هو ده قرار المنع ان انت منع الانتشار اللي انت قد تكون راسل او مستقبل للمرض انت النهاردة مع حضرتك اللي انت اما تيجي تقعد في البيت ده حماية لك انت وحماية للمجتمع بتاعك اما تنفذ لو انت في اي دولة برا هتنفذ القانون بس بالملي دولتك فيها مراكز ابحاث فيها جهات ومؤسسات بتشتغل على قدم الوساق مش اقولك انها تعالج من كورونا لا انا بقولك عشان تمنع الانتشار تمنع الوباء انه ينتشر عشان كده يحصل حاجة هنا يحصل حاجة هنا يحصل حاجة هنا جريبتي اليوم السابع النهاردة كتمنزلة خبر في منتهى الجمال شفته انا وبدأ الشغل معانا بدأ يتم على فكرة منزلين صورة انها صور كاذبة لعناصر بتشيع الخوف والرعب منزليني صور النهاردة الناس مسكة لبسك مسكات كميمات ونايمة في الشوارع كأن خلاص الحالات كأن مصر اصبحت مرتع والناس بتموت في الشوارع وزيها زي اقران الكلام ده طبعا نخده بالكم منه سقط تماما في دولتك نرجع بقى لحاجة اخيرة وهي اعمل ايه مع الازمة هل بقى المفروض مع الازمة اللي انا ابص امبارح ونلاقي كلنا في الهايبرات وفي السوبر ماركت وفي اماكن عديدة كله الاقي كله دخل الناس بالبشاعة اللي احنا شفناها امبارح دي طب طيب احنا دلوقتي احنا دلوقتي في موضوع الثقافة بتاعة امبارح اللي احنا شفناها دي الصورة موضحة انا مش محتاجة اعلق عليها والصراحة يعني انا اتخذت خطوة الوراء كده لان المنظر على الحقيقة كمان كان بشع جدا اصر عادية خالص بتاخد بالخمس والست كاراتين بيد وبتاخد دقيق ورزي كفي كتائب مش اقولك كفي بيت واحد او اصرى واحدة وهو عدوى الخوف وعدوى السلوك الشراء الخاطئ افرد النهاردة عندي حد مثلا يوم 15 ما ابطش انت كده بتعمله ازمة انت كده بتعمل للدولة نفسها ازمة انت بتعمل ازمة اسوأ من ازمة كورونا عارف ايه هي؟ هي ازمة الضمير هي ازمة الضمير انت النهاردة كف احتياجات بيتك انت النهاردة الاجازة بتقولك 15 يوم 15 يوم في الحيطة والحظر مع شوية اجراءات منع الشيش في الكافيهات ورسالة لكل مدخن وانا اولكم على فكرة ان موضوع منع الشيش ده خده خطوة مبدئية وخليه نقطة ايجابية ان انت حاول تبطل تدخين وتقلع عنه لكن انا برضو ارجع واقولك تاني موضوع ان انت تبتدي تاخد الاجراءات الاحترازية انت نفسك في البيت نتيجة للهلع والله النار ما هتحرقك اللي انت عارف ليه؟ لان انت اساسا انت جزء من كل انت جزء من كل بيتك كويس الحمد لله ما فيوش حد غير ما اصبوش بعد الشر كورونا انت نفسك قاعد مطمئن حاول تمشي للاجابيات حاول تبتدي توعي غيرك لانك اسحب نفسك خطفة وراء ما تنزلش اللي للضرورة عندك شغل ما بقولكش ما تنزلش خد الاجراءات الاحترازية وافتكر السلاس نقاط الزهبية لدخول الكورونا ليك الانف الفم اليد دولا اهم تلت عناصر ده البوابة وده مساعد البوابة حرس البوابة ده اللي بياخد لك المرض طبعا بخلاف الايه؟ بخلاف حاجات تانية اجراءات احترازية هنبقى نتكلم فيها لان موضوع الكورونا احنا هناخده على شقين هناخده الاول ازاي احمي نفس منه وازاي اطمئن نفس منه ان خلاص لو جالك كورونا انت مش هتموت شوف معدلات الناس اللي ماتت هتلاقيها لا تتعدى ل4 و5% لان ما كانش يبقى رقم مبالغ فيه عشان ما عنديش التحديث بتاع دلوقتي حالا شوف الدولة عاملالك موقع بتاع الكورونا خش عليه وشوف الدنيا وصلة الفين شوف الناس اللي بتموت بس في حاجة احنا هنلاحظها فين؟ في ايطاليا في بريطانيا في ايران ان الناس اللي معظمها بتموت كبارهم في السن كبارهم في السن اما بيبقى معايا مرض مزمن زي الضغطة او السكر مع عنصر الكبار في السن او الشيخوخة لا اخد بالك هنا ابتدي اعمل حجر حجر مش اقولك حجر اجباري ولكن حجر اختياري يبقى عارف انت طفل الصغير اعامل الكبار كأنهم طفل صغير ما ينزلش في التجمعات الف فيه اسحب نفسك خليك زي الكابريت اسحب نفسك خطوة للوراء اللي داخل عليها من بره مثلا اذا كانت ام او اب او اخ كبير او اي حد كبير او حد منعته حتى ضعيفة مش شرط كبير ابتدي اعمله حجر اختياري هو يعمل نفسه حجر اختياري يخاف على نفسه شوية ده لسه العمر بيبدأ العمر بيبدأ عند بداية الستين يعتبر انا كده خلاص وقت معاكو خلص كان نفسي النهاردة تبقى حلقة طويلة ولكن انا بعتذر عنه اللي حصل في الدروب الاولاني ولكن مهما كانت عشرين عشرين ومهما كانت تحدياتها فاحنا مكملين ونشوفكم ان شاء الله الاسبوع القادم يوم التلات اوعدكم بحلقة تكون كويسة وحلقة تعوضية عن النهاردة وان شاء الله اشوفكم على خير تصبحوا على خير ماهو سلام اشتركوا في القناة